حديث الساعة ويشغل بال الكثير من الموظفين وعليه علامات استفهام عديدة تستوجب التوضيح والفهم بكل تأكيد مشاهدين أعزائنا تحدث عن قانون الضمان الاجتماعي وورشة عمل ستعقد خصيصا حوله اليوم في المهد الكوري في جامعة النجاح الوطنية طبعا للدكتور سامح العطعوط عميد كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية في جامعة النجاح أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك كيفك؟ صباح الخير دائما منورنا ومشرفنا ورسالة حب لكل موطنين الله يخليك أرى بدا أحكي لهم سر للمشاهدين يعني وأنا بنصق معك للمقابلة بقولك شو المحاور نركز عليها والنقاط الهامة اللي حابب أن نخط فيها قلت لي أنت قولي بس صباح الخير وما عليك خلاص جاهز الموضوع صباح الخير لكل مشاهدينا على فضائية جامعة نجاح الوطنية صباحكم سعيد الله يسعدك قانون الضمان الاجتماعي يعني هلأ شغل بالي الكل الكل بيحكي فيه فيه نقاط يعني يمكن محتجين عليها بيهاجموها والبعض مؤمن فيها وبيدافع عنها بس معهك قانون الضمان الاجتماعي حق للمواطنين في الفلسطين أول شي بحب أنوه لورشتنا اليوم اللي رح تعقد منه أنه رؤيتنا أنه دور الجامعات يجب يكون ريادي بالمجتمع علاقة الجامعات مع المجتمع ودورها حتى بحل إشكاليات إذا بواجهها المجتمع الفلسطيني ومن شأن هيك إجبت ورشتنا عن موضوع الضمان الاجتماعي للوصول إن شاء الله لصيغة جيدة بموضوع قانون الضمان طبعا قانون الضمان أو الضمان الاجتماعي حق لكل إنسان إنسان يمرأ بثلاث مراحل بحياته ومرحلة الطفولة ومرحلة العطاء خلينا نقوله بعدين مرحلة الشيخوخة فيفترض أنه في مرحلتين الدولة بتغذي فيهم أو المؤسسات الضمان بتغذي فيهم مرحلة الطفولة ومرحلة الشيخوخة ومرحلة العطاء هو بده يغذي الدولة فهو الضمان يجي من هاي الفكرة وزاد أنه موضوع الضمان هو مش موضوع مبتكر يعني عندنا كبدعة بالعالم هو موجود بكل دول عالم ومؤسسات الضمان الاجتماعي بالعالم هي تملك أكبر صناديق سيادية بالعالم يعني اليوم أنت أكبر عشر صناديق ثروة بالعالم هي صناديق الضمان يعني أنت عبارة عن أموال تستثمر من أجل مصلحة الشعب بأي دولة بالعالم فالضمان حق للناس أنت بتضمن أنه يجيك معاش تقاعد في نهاية عملك اليوم إحنا اللي مطبق قبل تطبيق هذا القانون اللي مطبق هو موضوع قانون العمل وعمال اللي بيعطي مكافأة نهاية الخدمة ونحب نشير أنه كان قانون العمل شوية في شوية إشحاف حتى للعامل وهذا اللي أثبتته المحكمة الدستورية أخيرا كان يعطي للعامل اللي بيخدم أول خمسة سنين تلت شهر وبعدين تلتين شهر وبعد ذلك راتب شهر عن كل سنة المحكمة الدستورية أعطت شهر عن كل سنة فهذا القانون العمل السابق كان أتوقع مشحف بحق العمال بالنهاية أنت لو بعد ثلاثين سنة جاءت لك مكافأة نهاية الخدمة مع الإشارة أنه هناك كثير من مؤسسات أصلا غير ملتزمة بإعطاء الموظفين بموضوع مكافأة نهاية الخدمة الأتعاب رتيرمنت وهذه بردو بتواجهها مشكلة كبيرة وأنا أتوقع لو تنعمل أبحاث حقيقية على هذا الموضوع رح نلاحظ أنه هناك كثير من العمال بالبلد والموظفين وهم يعانوا من أخذ مكافأة نهاية الخدمة أصلا بطبيعة الحال دائما منعتبر أنه وظيفة الحكومة المميزة لأنه فيها ضمان طبعا في الدخل في تقاعد بعد ما يخلصوا سنوات العمل في المؤسسات الحكومية فصار عندنا فرصة هلا بالمؤسسات الخاصة والأهلية أنه يكون هذا النظام أيضا لكن يمكن بحاجة لبعض التعديلات والعديد من ورشات العمل والتوضيحات والتوضيحات العديد من ورشات العمل يعني تم عقدها بهذا الموضوع اليوم الورشة التي ستتبه المهد الكوري ما المميز فيها عن ماذا ستتحدث بالضبط أول شيء عنوانها قانون الضمان الاجتماعي لماذا يعني لماذا يجب أن يكون لدينا ضمان الاجتماعي أنا أتوقع من الأمور الرئيسية أول شيء نضمن حق كل الذين يعملون في الوطن أنه يأخذوا رواتب تقاعدية تؤمن لهم معيشة كريمة بعد انتهاء عملهم لأنه كثير من الناس بعد انتهاء عمله يمكن ما يجد أبنائه ما يجد بناته يديروا بالهم عليه فهذا طبيعي أنت بطلع لك راتب تقاعد هذا نقطة أولى زائد الراتب التقاعد هو موجود أصلا بالقطاع العسكري فلماذا يحرم المدنيون منهم هذه نقطة ثانية نقطة ثالثة مهمة بحب أشير لها أنه التنمية بالبلاد العالم وبدول العالم أتت كثير طبعا التنمية بحاجة لتمويل صح وكان التمويل يأتي من الاستثمار من مؤسسات التقاعد والضمان في العالم يعني أنت عسابي النساء اليوم أعطيك إقزامل والله اليوم بدنا نعمل أكتر مشكلة بجوز بالوطن من المشاكل التي تواجهنا مثلا موضوع المواصلات بيننا بسرهم الله باعتبار مركزي ثقل شمال الضفة ووسط الضفة صح لو نأتي نعمل مشروع قطار بيننا بسرهم الله ألا أوكي في عقبات سياسية يمكن نحكي فيها لاتر اون بس هذا عقب راح تواجهنا مشكلة التمويل يمكن أموال الضمان تستثمر زي ما كل البنية التحتية بالعالم طورت واستثمرت بهاي الطريقة تستثمر من يعني بصير المالك الرئيسي لأي مشروع استراتيجي بالبلد هو الضمان الاجتماعي يدخل بنسبة مؤثرة 20-30% هذا الكلام موجود هاي المؤسسة الضمان الاجتماعي هل مضمون أصلا نجاح التجماراتهم؟ هلا أنا أريد أن أقول بنقطة يعني إحنا كثير من القوانين لدينا بفلسطين هي قوانين لليوم طبقة قوانين أردنية فأحب أن أشير لتجربة نسبيا ناجحة في الأردن مؤسس ضمان الاجتماع اليوم مؤسس ضمان الاجتماع في الأردن تقريبا أصولها 8.5 مليار دينار يعني تزيد عن 12 مليار دولار معظم الشركات المؤثرة في الأردن الكبيرة قطاع المصرفي قطاع الاستخراجي الفوسفات الضمان له حصة كبيرة لو أجيت أعطيكي إحصائية بعشر سنين الضمان الاجتماعي كان ثروته 1.5 مليار اليوم 8.5 مليار تقولي لي 6-7 مليار هدول كيف زادوا من تحصلات الناس؟ لا نصفهم من المتحصلات من الناس ونصف الآخر من عوائد الاستثمار من عوائد الاستثمار تبعت مؤسس ضمان إذن موضوع مجدي أنت بسير أنت عندك هيوش فند عندك صندوق استثماري ضخم طبعا أنا بحب يعني مستستمعينا ومشاهدينا أنا بحكي بهذه الميكانيزم لا ليس أني أنا بحكي أنه القانون خالي من أي عيوب لا أنا بحكي عندي ملاحظات عليه بس وجود الضمان مهم وجود الضمان مهم ننطلق من هذه النقطة سألتيني عن موضوع الضمان لأنه مضمون أو لا منيح لأنه منفرد مساج دكتور سامح أنه تفلس أنه في أي مؤسسة في احتمال أنها تنكسر وتفلس نفرد أنها تفلس جوابها بسيط أول فيش اسمه دول بتفلسش وفيش اسمه شركات بتفلسش احتمال وارد طبعا وارد جدا هلأ بعطيك إجزامبل يعني فنلندا أيسلندا وفنلندا بالأزمة 2008 صار عندهم تعثر مالي اليوم الأرجنتيني بحالة تعثر مالي اليوم بصدروا سنداتي بـ 65% لأنه عندهم حالة تعثر مالي وشو يعني إفلس أنه يجي عليك مستحقات وما تدر تسدها نعم هذا وارد بس إذا أنا جاي أحكي عن دولة أو سلطة يمكن تفلس طب ما هي الشركة يمكن تفلس أكتر وتروح مستحقاتك وأنا ضع حقيقي أمثلة يعني بشركات في عندنا كانت مؤسسة العربية للتأمين بفلسطين بنابلس وأول شركة تأمين تأسست 1776 إن ذاكرت إن شاء الله تكون صحيحة والموظفين تعبوا السنوات لأخذوا مستحقاتهم طب إذا أنت ضامن يعني مستحقاتك عند الشركة مش ضامنها عند الدولة مثلا أو مؤسسة الضمان مع المؤسسة الضمان مش حكومية مؤسسة الضمان ممثلة من 18 عضو من مجلس إدارة خمسة ممثلين للعمال خمسة مؤسسة للمشغلين يعني التشكيلتها يعني بتؤدي إن شاء الله لنتائج طيبة بالإضافة إنه إحنا إن شاء الله ورشتنا هدفها إنه برضو إذا في ملاحظات يجب أن نسمع ويجب أنها تعدل لأن وجودها كمؤسسة مهم نحسنها هذا إشي برضو مهم واجبنا كجامعات ببناء الوطن ومؤسسات البلد مهم أنا دوري مش بس إني أخرج طلاب وأطلع للسوق هذا دور جانب بس إذا بس هذا دوري أنا أصرت من واجبي واجبي إنه يكون لي دور تحسيني وتطويري بالبلد إحنا بندرس ونتعلم ونأخذ شهادات عليا منشان نبني البلد مش بس منشان نخرج طلاب وهذا دوري الورشة ودوري أنا بشعر ككل إيقصاد وبعتبر دائما ككل إيقصاد والجتماعية لازم تكون الرائدة بالمجتمع وبالجامعة لأنه التخصصات اللي بنحملها السلطة الأولى نعم بالتأكيد قانون الضمان الاجتماعي مثل ما نوهنا إنه فيه علامات استفهامة كثيرة تساؤلات الكل بيترحها أنت شا حابب توضحها اليوم أهم النقاط اللي عليها اعتراض وحابب إنك أنت تقدم لها يمكن حلول أو إنه توضحها للمواطنين أكتر يعني يمكن موضوع النسب لما تقرأ قانون الضمان عنا وتاخد قانون الضمان الاجتماعي بالأردن زي ما قلت لك كثير قوانيننا متشابهة مع الأردن حتى إحنا فيه قوانين لليوم طبق أردنية يعني قانون الأراضي والأملاك وقانون الشركات رقم 12 على عام 964 هو قانون أردني كوبي بيس لما عدلوا إحنا لسه مش معدلينه هذا إن شاء الله إنه إن شاء الله يصير عنا ثورة تشريعية لأنه بحاجة كثير لتطوير تشريعات وقوانين عنا إذا أخذنا هناك النسب تقريباً الضمان بأخذ 21.5% من الثنين الموظف والمشغل تقسيمتهم تقريباً ثلاثين بتلت يعني 7.5% الموظف تقريباً 14.25% المشغل المشغل الفكرة إنه تلتاني بتلت أنا محمل الشركة تلتاني ومحمل الموظف المسكين تلت إحنا سبعة تسعة يعني إذا أحكي لك ملاحظتي أنا يفترض أحمل المشغل نسبة أكبر هلأ أصحاب الشركات بسمعونا؟ بزعلوا شوي علينا بس أنا بنظري الشركة تستطيع أن تتحمل العبئ أكبر من أن يتحمله الموظف إذا الضمان من شاء استمراريته بحاجة ل 16% تمام؟ يجب أنها تكون نسب متوازنة أكتر نحمل عامل جزء أقل من ما يتحمله الشركة وهيك إحنا بنعمل عدالة اجتماعية بين الناس هذا هدف هذا هدف من الأهداف أن نعمل عدالة اجتماعية تضمان هدفه من أهدافه العدالة اجتماعية فيجب تفاصيل القانون توحي بهذا الأمر ونقطة أخرى دكتور سامح وهو أنه إذا المتقاعد توفى عائلته المقربة زوجته مثلاً ما بتحصل على الراتب لا موجود إذا الموظف توفى العائلة تحصل على الراتب هذا موجود بالقانون أنا أقول لك شغلة نقطة كثير هامة نعم القانون أقر أول إقرار لإله بشهر 3-2016 صحيح صارت عليه عديلات بشهر 10-2016 صارت النسخة النهائية اللي هي الموجودة بقى إيديكم أتوقع قانون رقم 19 لعام 2016 هذا القانون صار له سنتين طبعاً ليش صار له سنتين ما تطبق لأنه أنت بدك مدة لتنفيذ وتك تأسس المؤسسة وتعين الموظفين والكادر وحتى جديد توقع اتفاقية مع بنك فلسطين لموضوع الحافظ الأمين هيئة هم أصلاً وتطلب من المؤسسات وكل هاي الأمور هذا موضوع يعني إجرائي هدول السنتين خلال هدول السنتين أنا أتوقع كان لازم كل هذا الشغوليين شغل طبعاً أنا أحط المسئولية على الجميع إحنا نتحمل مسئولية كجامعة والشركات تحمل مسئولية والضمان بتحمل مسئولية والناس تحمل مسئولية يجب يكون فيه إفصاح وشفافية ما يميز دول العالم عن نظري موضوع الـ أنه يكون عندنا إفصاح شفافية مع الناس أكتر أنا بنظري كان يجب تنعمل كتابات وبرشورات توضيح للضمان والقوانون والمواد اللي فيه وبلغة قريبة من الناس أكتر يعني سهلة للناس يفهموها مش الكل هو خبير اقتصادي وخبير مالي وخبير قانوني يعني إحنا اليوم مستضيفين ناس قانونيين بالضمان لغتهم وطريقة تفسيرهم مش كتير الناس تفهمها لازم تكون الموضوع قريب للناس إفصاح أكتر شفافية أكتر قديش بيكون عندنا ديسكلوجر مع الناس إفصاح أكتر هذا الكلام بعزز إحنا النمو عنا دول العالم بتتميز عنا بموضوع الحوكم الرشيدة اليوم أساس الحوكم الإفصاح والشفافية مع الناس القانون أي قانون بالعالم بتعدل ما هو قانون الضمان طبعا بالأردن كم مرة صار متعدل؟ كتير طب ما نحكي بشهر ثلاثة نقر قانون ويتعدل بشهر عشرة قانون ضريبة تدخل عندنا رقم 17 لعام 2004 اللي نقرب 1-1-2005 اتعدل بال2008 وتعدل بال2011 يعني طلع قانون جديد رقم 8-2001 وتعدل 2015 وهلأ في تعديلات جديدة إشي طبيعي تعدل القوانين لأنه أنت بالنهاية البيئة تختلف والظروف تختلف والإشي الوحيد اللي ما بتعدل هو الكلام وكلام ربنا والقرآن الكريم أما الإشي البشري قابل للخطأ وقابل للتصحيح وهذه عبارة عن ثورة تطويرية بنظلنا يجب الكل يسهم فيها فأنا هاي الورش هيك دورها ونسمع من الكل وإحنا إن شاء الله نخرج بمخرجات ومنتجات وتوصيات واضحة من أجل التعديل لأنه مؤمنين بدورنا الوطني إحنا إلنا دور كبير الجامعة إلها دور كبير ما بصير تتقاعص هي منارة العلم والنهضة نعم دائما طيب ملاحظة أخيرة هيك بس من باب فهمي لقانون ضمان الاجتماع وأنت بتقول أنه هو فرصة لزيادة الاستثمار والحصول على رؤوس الأموال والتنمية فيما بعد ذلك بالمجتمع الفلسطيني بس إحنا إذا بدنا نعطيهم الأتعاب والتقاعد على هيئة راتب جزء من الراتب رح يكون هون فرصة أقل للي بيتقاعدوا أنهم يفتحوا استثمارات مشاريع صغيرة يعني إحنا استثماراتنا مبنية بالمستقبل على أهداف ومشاريع وخطط كبيرة قبل قانون الضمان الاجتماعي سؤالك رائع الله يرفع ذلك وزيد ويعني بخلينا نفتح أفق البلد بحاجة لإستثمارات ضخمة وإستثمارات صغيرة أنا بقولك بحاجة لتنين فلسطيني اليوم بحاجة لنوعي من الإستثمار بحاجة للنوع اللي ذكرتين لأنني اعتبره SME Business Small Business بس دك تحسب حساب شغلي اللي كان دياخد الريتيرمنت مكافأته هو دياخدها على الستين سنة يعني فكرة الإبداعي والريادي قليل يعني أنا بآمن إنه اليوم إحنا شغالين عن موضوع ريادة مع طلابنا وإنه اللي بيتخرج عمره 22 سنة يروح على ستارت أب بزنس ويروح على الفكرة الريادي وعمالنا بنأسس وإحنا اليوم طرحنا ثلاث مساقات بريادة الإبداع على جامعة النجاح الوطنية وبنأسس بهذا الموضوع وإحنا عمالنا بنبذر بذور بالبلد بهذا الموضوع وهذا عنده قدرة 33-34 سنين نشجع هذا الموضوع والعالم كله تقدم من هذا الموضوع يعني اليوم كبرى شركات العالم يما نحكي فيسبوك وغوغل وكذا هي إجتنا أفكار ريادية واليوم هي كبرى شركات العالم تحكي بالمليارات يعني اليوم قبل مليار تريليون ومئة مليون دولار قيمتها السوقية هذا موضوع جيد بس هل البلد بحاجة فقط ل مشاريع صغيرة ولا بحاجة عن جد لمشاريع كبيرة تنموية نحن فيه كثير مشاريع تنموية بحاجة لها الانفرستركشر عندنا بدها تطوير كبير من وين التمويل اليوم مثلا على سبيل المثال كثير دول بالعالم بلدياتها بتصدر سقوك وبتصدر سندات وبتعمل هاي المشاريع لأنه إنت لو تتيجي اليوم كان مشروع استراتيجي بدها البلد كثير اليوم أكبر صندوق سيادي بالعالم بالعالم صندوق سيادي النرويجي بحب يسمعوننا نرويج النرويج اليوم قيمتها السوقية لهذا الصندوق تريليون وزيادة دولار جديد الإحصائية بشهر أغسطس 2018 وبيساهم بالتنمية جزء منه بيكون بالإنفستمنت والله ستوكس وبونس وكذا يعني موزع وجزء منه بيكون مشاريع استراتيجية انت البلد اليوم لو تشوف قداش بدنا بحاجة مشاريع استراتيجية بالمياه بالكهرباء بالوين التحتية بالاتصالات مشاريع كثيرة أنا أتوقع إن شاء الله أنه بالصناعات إحنا معدلات البطالة عندنا عالية يجب أنه نشتغل عليها يجب أن يكون عندنا رؤية ما بصير نشتغل على فلسطين سنة وسنتين لا لازم يكون عندنا بروجيكشن وفوركاستنج أنه نشتغل والله اليوم لـ 2030 و2040 ونشتغل على تحقيق هذه الرؤية ونراجع كل سنة موازناتنا ونشتغل على هذه الرؤية وبيدنا أعاد هيكلة إخصار فلسطيني بآمن بهذا الموضوع وفطة بديلة كم بس إن شاء الله برجع بقول تكامل بين القطاع العام والخاص والجامعات بعمل التهديد وإن شاء الله بالآخر للكل بكون رضيان مليون بالمية إن شاء الله الله يسعدك دكتور سامح شرفتنا ويعطيك ألف عفية موضوع يسعدك